معرض الكتاب السنوي في كوبا يشهد هذا العام ضيفا خاصا مذكرات تشيغي فارا التي كتبها خلال الحرب التي جاءت بفيدل كاسترو إلى الحكم في العام 59 أرمنته آلية دمارش جلبت كل الأضواء هدف أن يتعرف الناس على حياته وأفكاره حتى لا تشوه صورته في كوبا والعالم ولد أرنيستو تشيغي فارا في الأرجنتين لكنه أصبح واحدا من أبطال الثورة الكوبية عندما كان يقاتل إلى جانب فيديل كاسترو في جبال سييرا ماسترو تقلد بعد ذلك منصبا وزاريا لكنه استقال وقتل عام 67 عندما حاول تفجير ثورة مشابهة في بوليفيا لقد سبق لتشيغي فارا أن كذب عن حرب العصابات التي كان يقودها لكن هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن مذكراته كاملة لا تظهر كثيرا صور فيديل كاسترو أو صور شقيقه راول في شوارع هابانا بالقدر الذي تظهر فيه صور تشيغي فارا مجلة تايم صنفته واحدة من أبرز شخصيات العالم في القرن العشرين التي ما زالت تحظى باهتمام دولي واسع ورغم العرض الذي حظي به إلا أن الكتاب لن يكون متوفرا في الأسواق حتى السنة المقبلة ومن المتوقع يترجم إلى عدد من اللغات الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر